المعقل كما تشاهدون الآن هيام أو هذه المنطقة تحديداً منطقة تلزيزة البحرية تشاهدون الآن عبر تلفزيون المسار وبشكل مباشر حجم الدمار الذي طال هذا الحي تحديداً نتيجة أعمال أو المعركة التي دار رحاها هنا بهذا الحي تحديداً والتي كما ذكرنا قدم فيها أرواح الشهداء من البنيان المرصوص أرواحهم من أجل تخليص هذه المدينة من هذا التنظيم في مؤتمر صحفي هيام نستذكر هنا كان لسيد وزير الصحة أنذاك عمر البشير وأيضاً الناطق باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص السيد العميد الغصري تحدثوا وفي إحصائية أن الإحصائية التي نتجت عن هذه العملية قرابة 730 قتيل وأيضاً خلفت قرابة 6000 من جرح عملية البنيان المرصوص هنا نشير أيضاً هيام وبشكل يستلزم أن نشير إليه أن هذا الحي للأسف هيام لا يزال منذ ذلك الحين في عام 2016 حتى اللحظة كما هو عليه يعني قرابة 600 أسرة وقرابة بمتوسط 3000 فرد لا يزال للأسف بدون أي منزل حتى اللحظة بدون أي مأوى هم حالياً نازحون في مدينتهم من صح التعبير يعني حكومات تعاقبت هيام أيضاً مسؤولين دوليين ومحليين زاروا هذا الحي وطلعوا على حجم الدمار الذي طالع على هذا الحي ولكن للأسف بدون أي تعويض ونستذكر هنا أيضاً قرار حكومة الوحدة الوطنية بإنشاء صندوق إعادة أعمار سلط من الأسف من أجل إعادة الحياة لهذا الحي هناك صور مباشرة من مدينة مصراتة ابقى معي خالد هناك صور مباشرة الآن نشاهد مشاهدين لإحتفالية مدينة مصراتة بذكرى السادسة للبنيان المرصوص اشتركوا في القناة